موسيقى دكتور أنا يا ترى رح ضل بمكاني ولا رح أرجع للأرشيف لا ولا يهمك كل شي رح يضل متل ما هو أنا مو من عادي أخذ موظفيني وين ما رحت وين ما أجيت من عادي أشتغل على الوضع الراهن والواقع الموجود ومو شرط أبدا أنسوا في جهود غيري الله خلينا ياك يا دكتور خليهوني تفضلوا حاضر تفضلوا اطلبينا ولو سمحت الحقيقة دكتور جواد نحن استقبلنا خبر تعيينكم بالشركة بابتهاج عظيم وسعادة لا توصف فعلا مثل ما تفضل نستاذ شوكت نحن فرحنا جدا لما سمعنا النبأ فرحتنا كانت عظيمة دكتور جواد يعني شو ما حكينا عنكم بيكون قليل لأن سمعتكم طيبة ما شاء الله سبتكم لهون باعتباركم علم من أعلام الإدارة بهالبلد شكرا و الله يقدرنا حتنحافظ على هالسمعة لأنه هي الرسمان الحقيقي أهلا وسهلا فيكم وبصراحة يا أخوان أنا آخي الضوء أخضر نجيهات العليا ومعي صلاحيات استثنائية واسعة لأني بعول الله قدرت أكسب ثقة القيادة من خلال المهمات يلي استلمتها ونجحت فيها يعني باختصار قراري من راسي وتنفيذي بإيدي أما موضوع الصرف فمعي ميزانية مفتوحة وكارت بلانش ولكل مجتهدين فيكم نصيد على العموم المرحلة القادمة يا شباب راح تكون مرحلة عمل بدون عوائق وبدون منخصات وكل المطلوب منكم هلأ منكم تفكروا بطرق جديدة لتحسين الإنتاج والمنافسة في السوق طبعا ومتل ما لكم شايفين إنتاج الشركة الحالي عبارة عن شراب عصير مربيات وللأسف هلأنتاج هات غير قادر على المنافسة أبدا لأن السوق بده اكتساح بده قوة بده غزو بده تحطيم للمنافسين من شان هيك لازم تفكروني بهالاتجاه ومعكم من هلأ مهلة الثلاثة يام لتأدموا لي بعدها كل اقتراحاتكم وملاحظاتكم حول تطوير الإنتاج الكمي والنوعي ومن هون للاجتماع القادم رح أوقف الإنتاج بالمصنع يعني معقولي نوقف الإنتاج دكتور؟ ليش لا؟ توقيف الإنتاج أحسن من الإنتاج الخاسر إذا سمحت أستاذ شوكات خلي العمال يطفوا الآلات ويوقفوا خط الإنتاج لحتى أصدر تعليمات جديدة وخليهم كمان يصغلوا هلوقت بإجراء صيانة لكل الآلات حضر دكتور حضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حط لهم لقمت سلسل دكتور؟ لا ما في داعي فدي ولا قال لك وينك؟ زلتيهم سلة المهملات أفضل ما لهم لزوم عندي عفوا دكتور ولو فيها تطفل ممكن أعرف شوه الأضابير؟ هاي الدراسات يلي أدموا ليها أعضاء مجلس الإدارة الكرام للتطوير الإنتاج وما عجبتك ولا دراسة منهم؟ منهم؟ ولا وحدة كلها ياتها أفكار أديمة وبالية ومعدة كمان امت اجتماع مجلس الإدارة القادم؟ بكرة الساعة عشرة عظيم جدا بكرة راح تسمعي بمشروعي جديد يا تر انطولة قعدتنا هيك لا شغلة ولا مشغلة بك يا أخي انتو شو يهم peu شو بهمك إلى ما أنت عم تقبض معاشك آخر الشهر؟ شنون شو بهمني؟ د friendate انвигت أنه هذا ما عملنا؟ ما عملنا لصرنا 20 سنة عمنا كل من خيره؟ هذي ها لست بشرنا بالدكر الناتي في الريش هنطلع أضرب من الللي قبله بك يا شباب طولوا بالكم المسه الزلمة ماشي فينا خير ومشهر ومشهر ويتركوه اشن منفاسو؟ يا أخي رحننطور، لنشوفش رح يطلع معو الحقيقة يا شباب أنا أريد دراساتكم ومخترحاتكم يلي قدمتوا ليها بس للأسف ما عجبني شيء ما عجبني منوب ولها السبب قررت الاعتماد على رؤيتي ذاتية واجتهادي شخصي طبعا دكتور يعني حضرتكم أدرا بيك أمور وتاريخكم بيشهد على الشيء ويا ترى لقيتوا أفكار مناسبة لتطوير الانتاج رسمت خطة كاملة على وجه التقريب للتطوير بتعتمد على أفكار جديدة عصرية غير مطروقة أولا قررت أني إلغي خط الانتاج كله وأحيله للتقاعد بس هذا الخط جديد ما صار له سنتين ومكلف مبالي كبيرة بين عقود واستيراد وشاحن وتكاليف تركيب وصيانة معلش معلش أنا بعرف أن الخط مكلف بس شو بدي يساوي؟ هذا مو زنبي ولا غلطي أخي يعني إذا السملاء القدامى يلي استوردوا الخط ما حسبوا حساب الجدوى الاقتصادية أنا شو دخلني؟ يعني شلون بدي شغل الخط بلا جدوى؟ عفوا دكتور نحن ليش ما منحاول نصلح الوضع تصليح؟ يعني خلينا نحاول التطوير من خلال الخط مو أحسان ما تلغي؟ لا يا أخي لا صعب شوي لأنه مشروعي بده خط جديد غيرها تماماً وبمواصفات مختلفة ومغيرة مشروع في جدوى ودورة صحيحة لرأس المال وغزو فعال لعقل المستهلك عفوا دكتور ممكن ناخد فكرة عن المشروع ايه طبعاً يا شباب المشروع باختصار هو إنتاج عبوات جديدة معبئة بعصير البطيخ بطيخ؟ عصير بطيخ؟ ليش عصير البطيخ بينجري؟ لك أنا بيتاكى هو معكم حق تتفاجئوا معكم حق أنا شخصياً اتفاجأت من نفسي لما خطرت لي هالفكرة بس بعدين اقتنعت فيها اقتنعت تماماً وفي أسباب وجيها لهالشيء مثل شو دكتور؟ ها ها أول شي البطيخ عنه رخيص أرخصه من الفجل يعني المادة الأولية متوفرة وبأسعار مشجعة أنتوا تخيلوا تخيلوا أنه عبوة ساعتها لتر من عصير البطيخ ما بتكلف أكتر من ليرتين وممكن بكل بساطة تنباع بعشر أطعاف السعر عفواً بس الناس مو متعودة على شيء اسمه عصير بطيخ ما في شيء اسمه مو متعود الكل لازم يتعود وهون لعبتنا الأساسية الإعلام والإعلان يعني دعاية ضخمة مكسفة إعلانات مطنطنة ندوات توعية صحيحة حول فوائد هالمشروب إلى آخره يا شباب افهموني الزمن يلي كنا فيه ننتج حسب زوق المستهلك عده وراح هلأ نحن يلي لازم نتحكم بزوق المستهلك ونوجهه كيف ما بدنا هذا اسمه خسو عقل المستهلك هي أولا ثانيا في عنا سوق الخارجية ليش هالعصير ممكن يتصدر إي لك طبعا بده يتصدر وأنا متأكد أنه بعد فترة رح يقترن اسم هالبلد باسم هالمنتجات مثلا أمريكا بلد البيبسي كولا الهامبورجر الهات دوك ونحن رح نصير بلد البطيخ بالعالم ليش لأ طالما رح نسبق العالم كله بإنتاج إكسلعة لك يا شباب نحن عم نعمل شي للبلد وسمعة البلد واسم البلد ومكانة البلد إلا كان عصير البطيخ بطيخونا هيك أنا سميته طبعا يمكن ما عرفته أنه أنا سميته هيك أنا سميته بطيخونا رح هيعمل سمعة حلوة كتير للبلاد العربية قاطبة واسم بطيخونا موسيقى 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 على كل حال خلي الأسات سيوقعو لي أنا أحضر بجتمعه موسيقى 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 هاد لشوف شوف فكرة الإعلان بالبداية في عنا مجموعة لقطات سيسنينس على شاريو دولاب عبيبهم بسرعة رجلين عم تلحى وقطع سريع رجلين دولاب رجلين دولاب لقطة سوربرايز عامة من فوق الكرين العربية عبتكر وصحبة عبتكر وراها أطع سريع العربية عبتكر وصحبة عبتكر وراها البطيخات عم بيزلتوا بسفل التليل لقطة واطية من الدحن عبيتدحجوا بيدخل جهازك الكمبيوتر تكنولوجيا البطيخات عم بينعصوا والشلال عم يخدموا فوق خدد تيل دون سريع مع زوم سريع على ثلاث بطيخات عفوا على ثلاث بنات تنتين شقر وواحدة سمراء بلتفتوا ناحا الكاميرا وبيقولوا بطيخونا شربوا بالهناء بطيخونا شربوا بالهناء حلوة كتير ما حلوة كتير على كل حال تركلي سيناريو هون معليش يعطيك العافية أنا بساويه اوكي استاذ اوكي بالإذن اهلين الله مع سلامي سيو ماني سيهالة مي في عندي بره في عنا الفناني التشكيلي بإستاذ أكثر ايه ما عليش يخليفه ايه ما عليش يخليفه سلاما الدكتور أهلين استاذ أكثر ميت مرحبا روزالة الله عطك العافية شو صار بالملسقات اللي وصيتك عليهم؟ جاهز وضفت علي كل التعديلات اللي طلبتها عظيم شو رأيك دكتور؟ ممتاز هذا هو الطلب عظيم جدا ممتاز أني سيهالة ابعتيها التصميم هاد لمؤسسات الإعلان وخليوني يعملون منه مئة ألف نسخة متر بمتر وفهميون أنه لازم البلد تنطرش فيه طرش يعني بدي شوفوا كيف ما فتلت وكيف ما طلعت بمواقف الباصات على واجهات المحلات على الحيطان بالأهاوي بالسينمات يعني لازم يصير عصير بطيخنا حديث الناس كلهم من كبيرهم لصغيرهم مفهوم؟ ريب البطيخ بطيخنا طعمه أطياب حلوة البطيخ بطيخنا طعمه أحلى وهذا أكبر دليل على الإقبال الشديد على عصير بطيخنا جربوه مرة لن تنسوه بالمرة لحظة مدى وفي عندك خير شوفي انتي جربت عصير بطيخنا لا لسه طيب ممكن تجربيه؟ طيب مانيا طيب مانيا شلول ليتي مادام؟ طيب كتير عندك منه كمان؟ متوفر بكافة المحلات شكراً وقالت أيضاً عزيزي المشاهد لن تتمكن من مقاومة طعم بطيخنا لسنا الوحيدين في عالم البطيخ وإنما بطيخنا نافذتنا إلى العالم شلول ليت لي تنفيذ الإعلان دكتور؟ سرعة، سرعة حقيقية يعطيك العافية سنت دكتور اسمح لي هنيك من قلبي على هالسيناريو الرائع الحقيقة أنت سبقتنا سبقتنا كتير بمراحل بعيدة في عالم الداعية والإعلان شو صار من المكافآت والحوافز اللي صارعونا فيها؟ قال شو؟ بكرة ما تم استلم الدكتور ناتف الريش رح يصرفو لنا مكافآت على أبو موزي يا سيدي المكافآت موجودة وين دخيلك؟ رح يوزع لكل عامل سندوا اي من عصير البطيخ؟ عصير البطيخ؟ هذا اللي كان ناقصنا؟ هاي حلوة، رح نفوق إنتاج اللي علينا وقديش بلغت الخسائر؟ ستين مليون ليرة حق الماكينات وخط الإنتاج عشر ملايين ليرة حق بطيخ تالف مليونين ليرة حق شواتر سبع ملايين ليرة تكاليف دعاية وإعلان مليونين ليرة هدروا نفقات أخرى 12 مليون ليرة حق الإنتاج اللي أتلفنا بعد ما انتهد مدته يعني قديش مجمل الخسائر؟ مية وتسعة وتسعين مليون ليرة هذا طبعا غير تعطيل المصنع طيلة الفترة بسيطة يا أخوان بسيطة نحنا ما لازم نترك هالشيء أثر على معروياتنا وحماسنا للعمال خلينا نعتبر هالخطوة مجرد نكسب عمر الشركة نكسة صغيرة يا أخي والمفروض انه نحنا نتجاوزها بسرعة خلينا هلا ندول سوا على خطة جديدة للإنتاج واكتساح السوق من جديد طيب دكتور برأيك شو أسباب هالنكسة يلي مرقت على شركتنا؟ ما بعرف يمكن يمكن الشعب ما حب عصير البطيخ بس هذا هو السبب واجتهاداتنا طلعت أوت صباح الخير سيدي صباح الخيرات سيدي جاك الضيوب تحب تستقبلهم بالصالم ولا خليهم فتوا لعندك لهم مين هالضيوف بقى؟ خير مين جايني من على بكرت الله؟ إستاج شوكة وبكري بيكوب بالنور أها خير يا طير ما لهم بالعادة يجوني ساعة تسعة على بكرة وبدون موعيد عرك الحال خليوني تفضلوا حاضر سيدي صباح الخير صباح الخيرات أهلا وسهلا شرفوا وفتروا معي صحوا هنا سبقنا لك يا أهلا وسهلا خير غليتوا لي قلبي شو سبب هالزيارة المفاجئة يا ترى؟ الحقيقة الأخبار غير سارة على الأطلاق جواد بك خير شو في؟ بالحقيقة يا سيدي جانا كتاب رسمي من جهات عليا عم يسألوا عن سبب خسارة الشركة مية وتسعة وتسعين مليون ليرة مو بس هيك سيدنا شوفي كمان؟ وجانا كتاب تاني لهشته قاسي كتير عم يطلب مننا مسؤول كافة أعضاء مجلس إدارة أمام محكمة القاضي تسعة عشرين بعد بكرة أوف؟ القاضي تسعة عشرين فردفشي؟ والكتاب عم ينقيت منه السمتة نقيت سيدي العم مو خبرية منوب؟ شو الكتابات؟ العم هالكتاب بجيب آخرتنا حسب اللهجة المكتوب فيها ويمكن عم يحترمونا سيدي لأنه ما أخدونا موجودة نتحت الحراسة وبمعية رجال الأمن بقى يا جواد بيك إن عندكم رجاء رجاء أخوي شو هو؟ نحن متل ما بتعرفوا كنا نمضي لكم على بياض مظبوط سيدنا وشو كنتوا تقولوا كنا نوافقكم على طول مو لأنه أغبية أو غشم على سبح الله لأ بس لأنه ثقتنا فيك كبيرة وإيماننا بحكمتك رازخ كمان من منطلق إنه خبرتكم جواد بيك أكبر من خبرتنا ما في مقارنة بتاعتاً المهم هلأ شو هو هالرجاء؟ يعني مترجاك سيدنا اتبري ساحتنا عند القاضي 29 حتى لا نعتبر شركاء بهالتخبيص أصدي أصدي بالخسارة الشنيعة اللي كان سبابه المباشر هو عصير بطيخنا فكرتكم الخاصة وبدكم مني أحمل المسؤولية لحالي إيه أنت أدى أدى بأدود سيدي ما بينخاف عليكم والله ما بينخاف عليكم سيدي والله والله غير تطلعوا من هالقصة مثل الشعر من العجين سيدي انتو لا تكذبوا احكوا الواقع قولوا للقاضي 29 انه هالجماعة مغرر فيهم وما لهم رأي طراطير تشتيش شرابة خرج ما بتفرق المهم نطلع خارج الصورة بيكون أفضل ايه دخلكم سيدنا عنا أولاد بلما نروح فيها مؤبد يستر على عرضك ايه وأنا؟ يا سيدي انتو صيدكن واسمكن لامع وماضيكن بيشهدلكم أما مين نحن بالحارة منخل بلطارة صحيح ويا ما حضرتكن ناشلي مؤسسات على حفة الإفلاس ويا ما مخططين ويا ما ماري على رأسكن بس انتو جناحاتي سيدي بطيروا بلا جناحات والله بطيروا يعني اذا بدكم بطيروا سيدي تليفونوا صغيرة صاحبكم بالقيادة بيمشي الحال حراموا نفوت لعند القاضي 29 بدون ما ندعم مسألة والله منروح فيها طحبش وما حدا بيسأل علينا بمين عدت بتصوصي دي؟ بيسامي بيك مسؤول قيادي ألو مرحبا القيادي مين عم يحكي بالله أنا الدكتور جواد ناتف الريش بدي يحكي معا معلمنا عفونا افتكرت حالي غلطان ايوه ايوه لا افتكرت حالي غلطان لانه ما طرع لي شخصيا من فضلك قل له الدكتور ناتف الريش بدي يحكي معك قالوا مرحبا معلمنا نعم سكرتيرو سكرتيرو شو قالك؟ ايوه نعم ماشي الحال ماشي الحال خير سيدي؟ اعتذر عن مكالمتي مش تقول يعني؟ لا قال له لسكرتيرو يقل لي حتى انسى هالرقم من ذاكرتي كليا قضية عصير بطيخنا المتهم الدكتور جواد ناتف الريش التهمة الموجهة هي تبديد اموال الدولة وخيانة الثقة والاساءة في استعمال الصلاحية واطلاق اليد والاستهتار باموال المساهمين وعددهم 127 شخصا وتخريب الاقتصاد الوطني عن طريق زج الشركة بمشروع فاشل وجلب الدمار المالي والمساهمة في تدمير الانتاج الزراعي المدعي العام سيدي القاضي باشر باطلاق القزائف وشن الهجوم شكرا سيدي سيدي القاضي 29 حضرات المستشارين كلنا يشهد للدكتور المتهم جواد ناتف الريش بالكفاءة والقدرة فقد اسس شركات ناجحة وساهم في ارتقائها وبلوغها مراحل التمييز وتأسيسا على هذا النجاح فقد سلمته قيادتنا الرشيدة منصب المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لواحدة من أهم شركاتنا الغذائية والتي هي الواجهة الاقتصادية الحقيقية في هذا البلد وأعطته صلاحيات واسعة وكوادر خيالية من حيث العنصر البشري والدعم المالي وانتظرت نتائج هذا الدعم وثمار هذه المساندة فماذا كانت النتيجة؟ المدهم الدكتور جواد ناتف الريش ذهب بعيدا في تطلعاته وانساق حثيثا لطموحاته فأخذ يخترع وشرع يتفنن ويبتدع فكان أنطلع علينا بمشروع بطيخنا الذي لم تستسغه أذواقنا ولا أحبه أطفالنا وكرهت رائحته في المنزل زوجاتنا وبناتنا أبجيكشن ذم ولا مبررنا لا تستسغه ولم يكتفي المتهم الدكتور ناتف الريش بتصنيع هذا المشروب الغريب وتنشيط هذا المشروع العجيب بل إنه جند لهذه الأكذوبة الكبرى بطيخنا كافة وسائل الإعلام واقتحم مواقعها أي مقتحام من إذاعة وتلفاز وسينما ومرصقات على الجدران وبوسترات على الخيطان واستأجر لذلك استأجر اللوحات الضوئية المنتشرة في الشوارع ولو كان مسموحا له لوضع بطيخنا على قباب الكنائس والجوامع وطبع الرزنامات وصنع علب الكبريت وعلب المنادير والمحارم الورقية وطبع القمصان والتنورة والفستان والجنزات والتيشيرتات طبع كل ذلك بكلمة بطيخنا فإذا نحن نصح صباحا مع الإذاعة على نشيد بطيخنا ونمسي في التلفاز على دعاية بطيخنا ونلبس ثيابنا ممهورة ببطيخنا بطيخنا ونكحل عيوننا في الشوارع بآرمات ولوحات بطيخنا ونشرب مكرهين إذا عطشنا بطيخنا فتبا لعصير بطيخنا وسحقا لمن أساء لبطيخنا فعصره وفي الزجاجات زجه وحشره ابشكشن نوت ساستند يا رأس العدالة في القرن العشرين القاضي تساع عشرين أنا كمدعي عام اشتهر بالتزمت والصلابة والتعنت والقسوة كرئيس نيابة قد تستغربون أنا لا أوجه التهمة للمتهف ناتف الريش فقط لأنه بدد الأموال وأساء التصرف والأمانة بل إنني أوجه له تهمة هي في اعتقادي أشد خطرا وأكثر ضررا ألا وهي محاولة التحكم بالأذواق وخداع الناس والتلاعب بفطرتهم النقية التي فطرت على تقبل الصدق وجبلت على أن تركنا إلى النوايا الحسنة والحميدة ففطرة الإنسان الطبيعية لا تسمح له أن يشك دائما بما يقال لا تسمح له فلا يحمل الإنسان العربي بين جوانحه محكمة حتى يسبق شكه يقينه أو تكذيبه تصديقه الشعب بأفراده يسلم بما يقال له مفترضا قول الصدق بالمخاطب خاصة إذا كان هذا المخاطب ممثل دولة أو سفير حكومة أو إنه يشخل منصبا رسميا رفيعا ثم هل تكذب الحكومات؟ الحكومات هل تنافق المناصب الرفيعة؟ الرفيعة وهل يلفق ممثل الدولة؟ الدولة حاشا وكلا أبشكشن نبص استين إذن مهمة المتهم هي استغلال الإعلان والدعاية وأساليب الترويج استغلالا بشعا وخاطئا ومغرضا فلكثرة ما عرضت إعلانات بطيخنا على شاشاتنا من خلال ممثلات معروفات وفتيات حلوات وأزجال شعبية وكلمات مقفات وجمل مغنات بشتى الأصوات ومختلف الغلاظات والسماجات حسب الناس أن هذا المنتج بطيخنا غنيمة الغنائم فأقبلوا على شرائه حينا ومن ثم وبفعل التجربة عافوه نكهة وطعما بعد أن أصيب أطفالهم بالإسهال وتعفن الأمعاء والأمراض الداخلية العنى لأن عصير بطيخنا في الواقع اشطافي غزالي مشروب سائق نايت ماصل لا نكهة ولا رائحة ولا فائدة ومتى كان عصير البطيخ يشرب ويعبى ويخزن سيد القاضي تساع عشرين حضرات المستشاطين غضباً حضرات المستشارين عجباً هل جهاز التلفزيون وأجهزة الإعلام العربية ملك للتجار يتكلمون من خلالها ما يريدون ويطفون على سلعهم نعوتاً وألقاباً وصفات لا تتمتع بها هذه السلع من الرقيب على هذا الواصف والموصوف من؟ ما هو الشغلين؟ هذا الشغل وفلتاني؟ ينتقي المنتجون كلاماً ويطلقونه على منتجاتهم وأجهزة إعلامنا تعرض هذرهم على أساس ما دخلنا العهدة على الراوي بطيخنا وصفوه على لسان طبيب أفاق وعميل لهم بأن له فوائد طبية جمة في حين أنه مضر بالصحة كما أسلفنا ذكرى وهنا لا بد لي من أن أنزه الطب الشريف والأطباء الشرفاء إذن أستطرد فأقول لا يمكن أن نخدع الرأي العام والغالبية المترصة خداعا أبديا الجمهور العريض لا يخدع خداعا أبديا وأسك على ذلك أمثلة هذا ضحيض سافر السياسة في أوطاننا العربية قد تكون خادعة ومراوغة وكاذبة قد والفن في مسلسلاتنا قد يكون كاذبة كاذبا مضللا قد والشعر والأدب والطرب قد تكون كل هذه المفاهيم الأدبية والجمالية خادعة منافقة وكلها زور وبهتان وتلفيق قد فهل وصل الغش والخداع لبطوننا بعد أن اقتحم عقولنا ونخر مفاهيمنا قد قد سيد القاضي 29 أدام الله علينا ولايتك للقرن الحادي والعشرين اسمحوا لي أن أستطرد مجددا ولا تنقروا بمطرقتكم أرجوكم سيد القاضي 29 بعض مؤسسات الإعلان في جميع دول العالم متهمة ومدانة وفي إعلاناتها الشيء الكثير من الغش والتجليس مثلا أسوق مثالا إعلان لسكارة تمجها فتاة تمصها وتتغزل بالنكهة الفريدة ويكتبون لك من باب رفع العتب بخط صغير أسفل الشاشة التدخين يؤدي لسرطان ولأمراض مميتة فأي تهريج هذا؟ وأي إعلان سقيم؟ والتلفزيون يشاهده الأطفال قبل الكبار كما تعلمون الإعلان في المفهوم العام هو إخبار للمستهلك الغافل عن وجود سلعة نزلت إلى السوق وهو لا يدري عنها ويجب أن يحمل الإعلان صفات السلعة الحقيقية تحت طائلة الرقابة ورقابة الضمير أولاً وإلا كان الإعلان آنذاك كذباً سافراً وعبثاً بالعقول كالسياسي وهو يرشح نفسه للانتخابات يجند الدعاية والإعلان طعماً وفخاً ويعد بالإيجابيات نفاقاً حتى إذا نجح وفاز نسي ما وعده وكفنان تصنعه الدعاية والإعلان ويخترعون جوائز وهمية وميداليات وألقاب ومهرجانات يخترعونها لأسباب سياسية فيصدق نفسه ويصدق الناس أسطورته المصنعة وهل فايكل ماكسون هذا الفنان القرد صنع نجوميته بمفرده وهو في بداية الشهرة لا يتجاوز عمره تسطعشر سنة؟ أم أن هناك شركات وراءه ومضاربات ومنافسات ومصالح صنعت مجده وغناه لتستفيد من وراءه؟ إنه الإعلان ساحر العصر والدعاية المكثفة والعلاقات التجارية البحثة ورغم كل ذلك الرأي العام لا يضلل أبداً قد يصبر طويلاً ولكنه يحاسب عسيراً وليكن بمعلومنا أن الجمهور والجماهير تخفض كما رفعت وتسقط كما أنجحت سيد القاضي تساع عشرين أدام الله علينا ولايتك للقرن الثاني والعشرين إني أتهم الإعلان اتهاماً وأرشق عليه من شعبتي سهاماً لأنه أحياناً مبتذل بغيض إذ يعرضون عليك ورقاً نسائياً بحجتي هل هناك فتاة عربية لا تحيد؟ وماكينات على الكهرباء لحلق سيقان النسوان وملاقط لندف الحواجب والشعر الزايد في مواقع غير مرغوب بالشعر فيها إن هذا لكثير يا سيدي كثير جداً يا تسع عشرين لقد ذهب الخجل وعم الدجل وأصبح المسيء محترماً ولربما أصبح البريء مجرماً والدعاية تسوق أفراد الشعب أمامها وكأنها تسوق معزاً أو غنماً سيدي أولاك إعلان إعلان لسكيمة بخية يعني لاستعمال الزوجات الناعمات المسالمات إنها حادث النصر تنشر علب الصفيح وتقطع الحديد المبروم وتبتر أرجل الطاولات الخشبية صواطير تهوي كالصيوف الباترة التي لم يحلم باقتنائها عن ترة بن شداد ولا شيبوب ولا جساس في حرب بسوس فما عساها تفعل زوجاتنا بنا عندما نتشاجر سيدي وأمامها وفي مطبخها وبين أيديها المثقف الهندي والبتار الصارم والصمصام الذي لا ينبو ولا يتثلم وكيف ننجو بهذه العدة العربية بعيدا عن متناول أطفالنا خرج على الموضوع أستاذ لا تستمر لا تستمر وهنا يا سيدي القاضي لا بد لي من تحية بعض المحطات الإعلانية التي لا تروج للكحوليات ولا للنسائيات ولا للتبغ ولا للدخان ومنها محطاتنا المحلية يا سيدي ممالقة سافرة لهيئات الحكومية وقطاعة خاصة يا سيدي سستند إلغي هذا الكلام من محضر الجلسة سيد القاضي التساع عشرين أدام الله علينا حكمك فينا للقرن الثالث والعشرين أطالب محكمتكم بإيقاع العقوبة الكبرى بالمدعو جواد ناتف الريش بتهمة خداع الرأي العام والإساءة الصحية لأفراد الشعب عن طريق التدليس في أجهزة الإعلام وتبديد أموال الدولة والمواطنين أعطي الفرصة لهيئة المحلفين للتداول أموال الدولة والمواطنين الحمد لله ما أجا ذكرناه العامة صبوا على رأس الدكتور كل بلاوي الدنيا يعني لو تزح لقيت بقرة بالنهار لا اعتبروه هو المسؤول إيه لك هاي محكمة القاضي تسعة عشرين لك هذا محامي الدفاع ليحطيناه شو قصته؟ إيه مالي فهمان منه إيه لك كلمة اوبجكشين لك أنا محامي هاي عم قل لك هاي محكمة القاضي تسعة عشرين شو القرار عندك يا رئيس هيئة المحلفين؟ جلتي بناء على قرار هيئة المحلفين نعتبر المتهم جواد ناتف الريش مذنبا بكل ما جاء في مطالعة مدعي العام ونقرر ما يلي يتجرع المتهم قسرا وعنوة عصير بطيخنا ليل مهار وباستمرار ويحقن به بكل السبل حتى ينفزر انفزارا ويموت انفجارا رفعت الجلسة على قرار أستغبر الله الحظيم حسنا؟ منام بشع. بشع كتير. ما شفت أبشع منه بعمري. إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله خير. خذ حبيبي خذ. بل ريئك وهدي أعصابك بعصير بطيخونا. ما بدي بطيخونا؟ ما بدي يا؟ ما بدي أسمع بصيرته؟ أمين موجشي؟ طيب حبيبي تكرم خلص. هي قيمته. على فكرة اتصلوا فيك إن المكتب قال بدون ياك لأمر ضروري. إن المكتب؟ ما قالوا لك شو بدون مني؟ لا ما قالوا. عالك الحال الله يرضى عليك يروح يساوي لي فين جان قهوة؟ بركبي سحى راسي فيه؟ طيب على عيني. الحمد لله. الحمد لله يا رب. لك شكر والحمد. صباح الخير. يا صباح الخيرات. يا صباح الخيرات. يا صباح الخيرات. يا صباح الخيرات. يا صباح خير. اللاتب اتصلتوا فيي وشو فيه؟ أي والله. يعني ما لكم درياني سيدا؟ بشو بديد ربقه؟ هذا يا سيدي اجد ترقيتكن وسلموكن رئيس مجلس ادارة الشركات الزراعية المتضامنة بالخليج العربي